واضطرينا أن ننتقر مننا خلال ثلاثة أيام ونرجع نبني ديكور جديد ونبني ست جديد وين كلكيد؟ وين كسر صار 3, 2, 1, action الشيء الرئيسي اللي اختلف أوريم 1 عن أوريم 2 أنه قاعد أشتغل مع ثلاثة مخرجين إحنا ثلاثة مخرجين قاعدين نشتغل نفس العمل في وقت يعتبر رمع ما بدري كانوا داخلين في العمل من وقت الكتابة هذا ساعد صراحة بالنسبة لي تعتبر تجربة جديدة أنا background commercial وميوزيك فيديو أكثر كان مرة تحدي كنت أبغى أقول من السيزن اللي فات كان فيه أصلا خلنا نقول نقاش بسيط كان بيني وبين مجبور إنه إيش رائك تجي وبصراحة كنت متخوف ورفضت بسبب التخوف وتطور جميل حصل في الموسم الثاني أيضا الفورمات غيرنا فورمات السيزن الأول أو فورمات الموسم الأول كان يعتمد على مشاوير وقصص تحدث أثناء مشاوير كانت نسميها حينها story driven by one character يعني كانت بطولة شبه فردية وليست فردية فورمات السيزن الثاني لا كان قصة يعني حولت إلى قصة جماعية أيضا على مستوى الممثلين فكرنا من فترة الكتابة أنه والله نعطي مساحة أكبر لدخول أكثر من شخصية فالسنة هذه مثلا يوسف التخيل دور طراد كيف نسوي أندي؟ إبراهيم الحجاج ورن الطباخ بالمناسبة الفرنسيين يسمونا كالماغير الجميل فايز شودري أيضا ما في راطب ما في شغل ما في سبر كل شيء نو 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 خديجة أشرف سمعتني كاشية مرة كثيرة ومرة متحمسة ومن هلأ اللي على يروب؟ عندنا أيضا نجلة العبدالله لين قلبوناتي؟ موهبة جديدة وباستغل الفرصة وأحييها على شجاعتها إنها تسمل تسوي ثلاثين حلقة من دون ما تطلع وجهها كنت خايفة من الموضوع إنه أنا ماخدة موضوع اللهجة حدي ما هي لهجتي كانت بنفس الوقت إنه أنا لازم أتقنها ولازم بنفس الوقت إنه أنا أقدم الشخصية بطريقة صح ما تكون مبالغة ولا تكون ما عندها ملامح ما عندها تعابير